سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة سمو الشيخ عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع حيث أعرب عن بالغ اعتزازه بالأمر الملكي السامي بعادة تشكيل مجلس أمناء الوقف برئاسة سموه مهنئا أعضاء مجلس الأمناء بمناسبة تعيينهم ومتمنيا لهم دوم التوفيق والسداد في مهامهم من أجل تطوير عمل الوقف ومجالات العمل التعليمي الخيري منوها في ذات الصدد بالجهود التي بدلها أعضاء مجلس أمناء الوقف السابق وما أبدوه من حرص على تنفيذ الخطط الموضوعة وأضاف سموه أن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري تم إنشاؤه لتحقيق غايات النبيلة قائمة على إتاحة الفرصة لمواصلة التحصيل الأكاديمي الجامعي لأبناء البحرين من الطلبة والطالبات وتمكنهم من بلغي طموحاتهم عبر التعليم كنوات أساسية للإنجاز لافتا إلى أن مملكة البحرين حققت نجاحات عدة على صعيد التعليم ما جعلها تتبوأ مكانة متميزة في هذا القطاع وهو ما يشكل حافزا لاستمرار الجهود نحو تطوير مخرجاته على مختلف المستويات هذا وقد جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتقرر تشكيل ثلاث لجان رئيسية تتبع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وتكلف عدد من أعضاء المجلس برئاستها وعضويتها على النحو التالي لجنة التدقيق والحوكمة وتقوم بتطوير حوكمة إجراءات العمل والتدقيق الإداري والمالي لجنة التعليم والجودة وتعنى بمراجعة الاستراتيجية التعليمية للوقف وتطوير آلية الابتعاث ومساراته ومتابعة المسار المهني بعد التخرج لجنة الاستثمار وإدارة الأملاك وتلتقي أدوارها بشكل رئيس حول وضع استراتيجية لتحقيق الإيرادات بشكل مستدام وتعزيز الشراكات على كافة الأصعدة كما جرى خلال الاجتماع التوجيه للبدء بإعداد استراتيجية جديدة تشمل تحديد الفرص المستقبلية وآلية العمل المطلوبة ومؤشرات قياسها مع تعزيز الهوية الإعلامية للوقف وذلك بما يدعم تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الوقف ويعود بالنفع على القطاع التعليمي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر